شوال باب عظيم للمداومة على الطاعة بعد رمضان فمن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة وبذلك يعوض التقصير في صيام الفريضة فعند الحساب يوم القيامة يكمل النقص الذي حصل في الفرائض من النوافل كما ورد في الحديث ويجوز الشروع بصيام الست من شوال من ثاني أيام شوال لأن يوم العيد يحرم صيامه ويمكن صوم الست في أي أيام شوال شاء المسلم وخير البر عاجله وله أن يصومها في شوال متتالية أو متفرقة والأمر في ذلك واسع ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان فليبادر به في شوال مسارعة إلى إبراء الدمه فإنه لا يدري ما يعرض له وليبدأ بالقضاء قبل ست شوال حتى يتحقق له إتباع صيام رمضان بست من شوال ولا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة لأنه لم يتم رمضان بينما يصح جمع ثلاثة أيام البيض مع ست شوال ومن يمن الزواج أن يكون في شوال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منه فاحرص على القيام بالطاعة في رمضان وشوال وسائر الأيام قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترجمة نانسي قنقر